السلام عليكم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ينصر الجيش ويسدد خطاه وينصر أولادنا الأشداء في الجيش القابضين على الزناد الذين لا تربطهم أي صلة حزبية ولا أي صلة بحث عن وظائف وإنما يبحثون عن هذا التراب العظيم وعودة أهله العظماء صرفاء مكرمين إلى وطنهم العزيز تكشفت كل أوراق التوت بكل وضوح لا تحتاج لقارئ سياسي ولا لمفكر ولا حتى حاضر للأحداث لا تحتاج تكشفت كل أوراق التوت عن كل المجموعات التي تدعي إدارة السياسة في هذا الوطن العظيم وكل برايته من يرفع راية الدمواطية في منازل وقرف النوم ومن يبحث عن السلطة عند الغربيين وعند الشرقيين وعند دول الجوار ومن يبحثها ويبحث الدعم من الإمارات ومن يتواطأ ولا يسمي الإمارات كله تكشف الوضع أصبح واضح لكل سوداني من هو الذي يهتم بأمر الوطن الأمر تكشفت تكشفت مندوحة لا للحرب وتكشفت مندوحة السلام سمح وتكشفت مندوحة التعايش مع عربته وملاقيت أفريقيا وكل الأشياء أصبحت الآن على طبق من فهم ومعرفة الكل يفهم الآن ما يدور في الدولة السودانية وما أربك الحسابات هي نظرية البروف والشعب المسلح والمقاومة الشعبية سميها زي ما تسميها لكنها هي مردها وأصلها إلى بروف عبد الروف السيد أستاذنا الكبير تكشفت كل الأمور وأصبح هذا هو الباب الوحيد لأنه لم يجد السودانيين من يقف في صفهم ولا يحميهم ولا يدافع عنهم ولا حتى يتحدث في القضية على المستوى الدولي وكل ذلك محجم بواسطة البرهان وقياته أن لا يكون للسودانيين صوت ولا أن لا يكون للسودانيين أي معلومة تصلهم وهم في المنافي وهم في مطرودين من بيوتهم وهم في طريقهم من مدينة إلى مدينة إلى حدود الدولة السودانية لا أحد يحدثهم بشرف وبأمان عن ماذا يدور في دولته تكشفت عورات الحرية والتغيير هناك وتواطؤة مع دول الجوار وانكشف الستار عن حمدو البيدغ الكبير الباب الأكبر ممثل دولة الإمارات في السودان منذ تقديمه للسودانيين دون ما يعرف عنه شيء هذا الرجل تكشفت كل الأوراق وننولن يبغى شيء غير مكشوف وغير معروف للسودانيين لذلك لم يصبح أمام السودانيين خيار غير الدفاع عن أنفسهم وكل من يريد تكشفت أوراق الذين يريدون أن ينسبوا الدفاع السودانيين عن وطنهم إلى الحركة الإسلامية ويخلط كل هذه الأوراق الشعوب السودانية واعية منهكة هي ومدعبة ونازفة لكنها واعية ما يدور بوطنها لذلك عرفت وعلمت من غير عمل إعلامي وعمل ميديا أن الدفاع عن الشرف والنفس هو الطريق لتثبيت التراب وتثبيت الدولة السودانية وهزيمة كل الخوانة واتضح أيضا للسودانيين أن الخاين هو السوداني مننا وفينا للأسف الشديد لكن أدركنا الدرس وأدركنا بالتجربة القاسية ما هو المخرج وما هو المخرج إلا نظرية البروف أستاذنا عبدالروف السيد مرحباك في لقاءة السبت سعداء أن بطلتك علينا وسعداء بما تقدمه من مناهج وسعداء أيضا بأن رسالتك وصلت وإني أعلم أنه لا يهم الأمر كثيرا بالنسبة لك أن يذكر اسمك أو يلحق اسمك بأي أمر من الأمور غدر ما يعني يشرفك أنك قدمت مسألة للوطن وأخذوها الناس بكل منحة وبكل مشرب وهذا هو غصدك لأنك لا تنتظر وظيفة من أحد ولا تنتظر شكرا ولا امتنان من أحد لأنك تعرف معنى التراب لك الفلور أستاذ الله يحمزك بسم الله والحمد لله وحياك الله وحافظك عزيز السودان وأنت تكرس جهدك وزمنك بفاعلية لبث الوعي وحيا كل الشرفاء المتابعين وحيا المقاومة الشعبية المسلحة من أجل التراب الرحمة لشهداء ثورة ديسمبر العظيمة وشهداء التحدي الوجودي من عسكريين ومدنيين والشفاء العاجل للمصابين والصبر الجميل للنازحين واللاجئين وعودا حميدا بإذنه تعالى أود في البدء أن أحمد الله حمدا كثيرا طيبا لتفجر ثورة ديسمبر العظيم والتي لو لاها لما تكشف لنا الخبث والحقد ولولاها لتفاجأنا جميعا ودون فرصة للمجابة والمقاومة ولأصبحنا جميعا نحمل جوازات التابعية لدولة آل الجنيد وأمام الأمر الواقع بعد مقتلة دموية وتصفي عرقية لم يشهد التاريخ مثيرا لها لهذا تجدني دائما أدعو بالرحمة لشهداء ثورة ديسمبر العظيمة المباركة فقد كان محددا للاحتلال عام 2020 ففوت الفرصة عليهم وبدأ عدوانهم الآثم في أبريل 23 صمدت قوات شعبنا المسلحة امتصت الصدمة الأولى وواصلت دفاعها بشرف وبسالة وحين تطاولت الحرب واستعان الغزاب مزيد من المرتزقة ومزيد من الأسلحة كما استعانوا بلجان قطيع تدبع للحزبية الخائن تمهد لهم الطريق وترشدهم لإشعال الحريق كان لزاما على الشعب السوداني الأصيم أن يقف سندا للوطن وأن يحمل السلاح دفاعا عن التراب والشرف في مقاومة شعبية مسلحة ليكون حائطة صد للغزاء والخونة والعملاء والمجرمين ولتطهير التراب من دنس الارتزاق والعمالة وغالبيتهم كان مع النظام السابع يفاخرون كانوا بكوزنتهم والبعض منهم كان في مواقع هام مساعدا للمخلوع والبعض منهم كانوا مندسين لوحاتهم قافدالسين هناك صوت جهوري ناطق باسم تغزم يبعث برسائل دائما على الميديا يثبت كل يوم أن قحت أو تغزم هي التي وراء تدمير الشعب السوداني حين يعتبر القوات المسلحة بيسارتها وقوتها وبطولاتها هي مجرد كتيبة للحركة الإسلامية ويقول صراحة دون حياة أنه لا بد من كسر بندقية هذه الكتيبة بتقوية بندقية الغزاء لأنها الملاذ الأخير لهم كما يقول في رسالته الصوتية الرابعة هذا العام هذا الصوت الجهوري الرائع والذي نهنئه عليه ولكن نقدم له النص أن يتفرغ لبطعة أشهر لدراسة اللغة العربية التي يمتطي صهوتها وهو ليس بفارسها ودون دراه وأن يتحدث بالعامية لأن حروف الجر التي درسها في الابتدائية تجر ولا ترفع والعالم حولنا يسمى كما أن عليه أن يتعمق في دراسة الواقع على الأرض حتى لا يبث العداء السافر للشعب السوداني الذي خرج بالملايين يحمل سلاحه في أقوى تحدي للغزاء وفي استفتاء شعبي منقطع النظير هؤلاء هم المدنيون فمن تمثل مدنية أديس؟ يقول صراحة دون حياة إن الجنجويد قوات وطنية وندعمها سياسيا ويغض الطرف عن إحصائيات الحركة الوطنية الشادية وحدها التي أعلن أن عدد قتل الشباب الشاديين وصل إلى 23 ألف وأن 63 ألفا في عداد المفقودين فما بالك ببقية أعراب الشتات الأفريق أعتقد أن تقزم قد فقدت البوصة وأرعبتها الحشود التي امتشقت السلاح دفاعا عن نفسها وعرضها وشرفها وترابها من إحلال وإبدال واحتلال يستهدفها حين غره اكتشفنا أن سياسة حسن الجوار التي انتهجها الرعيل الأول ومن جاء بعده كانت سزاجة سياسية لم يكن هناك عداء مع دول الجوار على مدى 68 عاما وفجأة اكتشفنا أن دول الجوار التي كانت تعتمد على خيراتهم لم تراعي إخاء الجيرة وتداخل القبائل ففي عهد الارتزاق تم تجييرها لخدمة المؤامرة الإقليمية والدولية للقضاء على الشعب السوداني ما يهمها مصالحها أن تؤمن لهم وقد أخذوا وعدا بذلك مع دعم مال كبير عربونا لهذه المواقف لم يضعوا حسابا للتاريخ الذي يسجل المواقف وفتحوا حدودهم لدخول المرتزقة والسلاح بكل أشكاله وسياسيون قحت أو تقزم منحتهم الوعود التي ستضمن لهم تدفق هذه الخيرات بعقد صفقات الصداقة إنهم تمكنوا من العودة واعتلاء المناصب وسعى السياسيون غفلة بإحداث الشروخ في المجتمع السوداني حين تبنوا المؤامر وجعلوا الغزاء جناحهم العسكري ولو استطاعوا لدفعوا بجيوش هذه الدول لخوض المعارك معهم ها هو سيلك يصرح بأن حدوث صدام مسلح إقليمي على أرض السودان مسألة وقت ليس إلا وفي هذا تهديد باستيلياب جيوش دول الجوهر وحديث عرمان عن أن على البرهان تجاوز المرارات نقول الذي ذاق المرارات هو الشعب السوداني الأعزل المسالم الذي تم التنكيل به فهل لا وجهت خطابك لهذا الشعب إن وجدت فيه مستمعا حين أتحدث عن الثورة السلمية وكيف تم الغدر بها مما طرح شروطا موضوعية لتتحول إلى ثورة مسلحة ومقاومة مسلحة فأنا أنطلق من تدريسي لمادة أدب الثورة لأربع سنوات بإحدى الجامعات العربية متتبعا كل الثورات التي حدثت عبر التاريخ وفق فقه الثورة الذي يتطلب الشروط الموضوعية التي تحتم اندلاعها بدءا من التزمر الرغض العصيان الاحتجاج التحدي التمرد وصولا إلى طوفان الشارع بسلمية كانت أو ممتشقة للسلاح الثورة السودانية في ديسمبر العظيمة انطلقت بعد أن اكتملت شروطها الموضوعية واتجهت نحو السلمية التزاما بالقيم والأخلاق فاضت الشوارع وامتلأت الساحات في كل المدن والقرى وحتى في المهاجر سلمية سلمية ضد الحرامين ليس هناك أرقى وعيا وأبلغ تعبيرا من إشهار هذا القتاب فإذا بالحرامية الحقيقيون الذين يمتهنون النهب والغتر يتربصون بهذا الشعب ما كان ينقصها هو القيادة الثورية الحقيقية لا الأحزاب الطامعة في السلطة وريسا لعرش الكيزان الذين قهروا ونهبوا واستخدموا الدين مطية لهم في السياسة ولا العسكر الذين يرغبون في ثورة متحكمة أذكر أنني تواصلت مع كاتب ومدبج بيانات تجمع المهنيين حينها وطلبت منه أن لا يلتحق التجمع بإعلان أحزاب الحرية والتغيير فكان رده أن هناك التزام لا يستطيعون تجاوزه ديسمبر العظيمة لم تكن تنقصها الأدبيات والأشعار والقطافات الحميقة ذات الدلالات التي تشكل منحجاً ثورياً وطموحاً لشعب عانو طويلة ولكن كان ينقصها أن تتقدمها أو تواكبها ثورة ثقافية حتى لا تتم سرقتها وقد حذر بعض الشهداء من النخب فإذا بالأحزاب تغذر بها في شراكة الدم بعد مجزرة فضل اعتصام القيادة في مراحل النضال الثوري والمقاومة الشعبية المسلحة حين يتم استهداف التراب ويتكالب الأعداء فلا مجال مطلقاً للذاتية الفردية لا بد من إسناد الذاتية الجمعية الوطنية ونحن نضع في عزباننا أن هذا العدوان المركب والمؤقد والذي تم فيه استخدام قطيع الأحزاب كما تم توظيف كل أنواع الحروب النفسية من إشاعات وتضليل واستخدام التكنولوجيا لإحباط الشعب ليفقد الثقة في نفسه وجيشه ومنها ممارسة تجويع بعد نهب المخازن والحواني والأكل حتى في تلاجات بيوت المواطنين ومنها ممارسة الانتهاكات والمجابهات والاختراقات وكل وسائل الهدم المادي والمعنوي يقول فقه الثورة أن لابد أن توظف الذات الفردية لخدمة الذات الجمعية والذات الشخصية لدعم إسناد الذات القومية تماما كالذرات تتجمع لتشكل صحوب هادرة ورعودا وبرقا خاطفا للأبصال واضعين شعار ثورة ديسمبر العظيمة ممن خاف ممن خاف ممن خاف نبز الخوف واقتلاعه الذي يعتمد عليه الغزاء يعزز الثقة بالنفس ويقوي الشعور الجمعي ومن خلاله توظف كل القدرات لاستعادة التراب والقضاء على الغزاء ودحر العدوان الغادر الغاشن المقاومة كمصطلح سياسي تعني القروج من الوضع المأزوم الراهن إلى وضع أفضل ليس في الشخص ولا في استبدال نظام بنظام بل بطرح جديد ورؤية جديدة وقيم وخطط استراتيجية ورؤية وطنية تحدث نقلة لشعب عانى طويلا في العتم ولم يعانق الصباح بعد من أبرز الثورات في العقد الرابع من القرن السابع عشر كانت الثورة الإنجليزية مثلا أن اكتملت شروطها الموضوعية بعد طرح الملك جاك جاك الأول أفكارا سياسية تدعو إلى الملكية المطلقة والحق الإلهي والوراثي في الحكم وأن الملك ليس مسؤولا إلا أمام الله وليس مسؤولا أمام رعايا ولا يخضع للقانون لأنه هو القانون إضافة إلى ارتفاع الأسعار التي عجلت بالهجرة تجاه أمريكا النتائج لهذه الثورة كانت أنها قضت فعليا ونظريا على فكرة حق الملوك الإلهي وأصبح البرلمان هو صاحب الكلمة العليم وكذا الثورة الأمريكية 1775-1783 والثورة الفرنسية التي انتدت عشر سنوات والثورة العربية والثورة الروسية والثورة الصينية والثورة الجزائرية ثم جاءت صناعة الثورات والتحكم فيها كما جاء فيما يطلق عليه بثورات الربيع العرب والذي وضح أنها ثورات ربيع غربي هدفها إحداث فوضى يطلقون عليها خلاقة تمهيدا لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد كما صرحت كوندريزا رايس وكان تدخل الغرب فيها واضحة وصل حد استخدام قوة الناتو العسكرية لتغيير النظم والحكومات لقد عرفت المقاومة الشعبية المسلحة في فقه الثورة بأنها عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير مؤسسة القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوة أجنبية وتعرف أيضا بأنها استخدام كافة أشكال العمل المعبر عن ربض الاحتلال وغالبا ما يتبع القائمون بها السرية والتحفظ والتخطيط الدقيق غير القابل للاختراق وشرعية المقاومة الشعبية المسلحة مستمدة من كل الشرائع والأعراف كحق مستحق للدفاع عن النفس والتراب وحسب ما ذهب إليه ميثاق الأمم المتحدة من شروطها أن يكون هناك احتلال فعلي ووجود قوات احتلال داخل الأراضي وهو ما ينطبق تماما على المؤامرة ودعمها بمرتزقة عابرين للحدود وأن يقوم بأعمال المقاومة أفراد من الشعب المعتدى عليه وهو ما ينطبق تماما على كل الوطنيين الشرفاء في المقاومة الشعبية الآن وأن تكون أعمال المقاومة داخل حدود أرضهم وكلها منح الشرائية للشعب السوداني ليمتشق السلاح بعد أن تكشف له أنه المستهدف بعملية الإحلال والإبدال والاحتلال ثورة ديسمبر العظيمة لم يستطيع التحكم فيها فوجهوا الأحزاب لتقدر بها فلم تكتفي بشراكة الدم ولا تغيير نظام بنظام وليس بالشهداء الأكارم الذين باعتهم في هذه الشراكة بل ها هي الآن ومنذ الخامس عشر من أبريل لا تبيع بل تغدر بالوطن كاملا متماهية مع المؤامرة المحلية والإقليمية والدولية تسند عرب الشتات الأفريقي وتعتبرهم سودانيون وتدعونا للتعايش معهم بمعنى أنهم يسهمون في عملية التغيير الديموغراف وبعد أن تكشفت النوايا من استهداف المواطن المسالم في نفسه وماله وعرضه وشرفه كان لزاما العودة لما كنا ننادي به من زمن أن الشعب المسلح وحده غير قابل للهزيمة انطلقت المقاومة الشعبية المسلحة لتسند هذا الوطن بعد أن تماد العدوان وتمدد وتكشف حجم المؤامرة وحتى لا يستثمر الغزافي سلمية المواطن كونه أعزل وحتى لا يهرب من مدينة لأخرى ويلاحقه الإجرام والغزاء من شبه القبائل العربية التي تستهدف تشريده من أرضه واحتلال التراب لمملكتهم التي قدمت لهم الوعود بإقامتها في السودان انطلقت المقاومة الشعبية المسلحة بعد أن شاهدوا هذه الحرب القدرة التي لا تنتظر قواعد حرب ولا تراعي ولا تعرف حق الإنسان ولا تلتزم بضوابط بل تستمد شجاعتها من خوف المواطن الأعزل المسالح وإرهابه وترويع الآمنين مارست أبشع أنواع القتل وامتهنت النهب والسلب وتصور جرائمها علنا وترفعها على الميديا لتزرع الخوف والرهب والرعب في المواطن المسالم ليهجر بيته ومدينته إلى مكان آخر ريسما تلاحقه كذلك أخيرا استعاد الشباب هتافاتهم ما من خاف ما من خاف واتطلق ما بتقتل بقتل هروب الزهور والدانة ولا الإهان حين أضحت داناتهم تطلق على الأحياء المدنية أخيرا استجمع الشعب السوداني قواه وأدرك الحقيقة وقرر أن يموت واقفا أو ينتصر ما دام قد أضحى مستهدفا في وجوده وترابه وعرضه وشرف تجلت له مسألة أن لا خيار بين التصدي أو القبوب الاستعمار بدأ أولا بالمستنفرين من لجان المقاومة الشرفاء الذين اتحقوا بالقوات المسلحة يقاتلون جنبا إلى جنب ثم انتقلوا للمقاومة الشعبية المسلحة التي حتما ستنتصر وستمهي للطريق نحو الشعب المسلح غير القابل للهزيم حتى لو استعانوا بجيوش دول أخرى أو طال أمد الصراع فاعلية المقاومة الشعبية المسلحة شكلت استفتاءا شعبيا من قطع النظير أربكت حسابات الغزاء ومن وراءهم حصرت الغزاء في مناطق محددة يبحثون عن المخرج هربا أربكت حسابات تغزم التي تسعى لأن تجد موطئة قدم لها سياسيا وعسكريا عن طريق مرتزغتها وأنهت مهزلت تعدد الحركات المسلحة لتحرير السودان أكثر من 82 حركة مسلحة كل مجموعة حملت السلاح شكلت حركة تحرير الآن الشعب السوداني بكامله حامل السلاح لتحرير بلاده انتفت مهزلت حركات مسلحة وتساوى الجميع كما أنها رفعت من الروح المعنوية للجيش المقاتل في ميادين القتال ووضعت هذا الجيل أمام مسؤولياته التاريخية للتصدي لعدوان ممنهج ومدعوم يستهدف الوجود المادي والمعنوي والتراب بكامله من خلال الإحلال والإبدال والاحتلال فاعلية المقاومة الشعبية المسلحة لها أسس وآليات في ظل تحول الوضع من صراع على السلطة إلى صراع وجودي يستهدف الشعب ويسعى للاحتلال أضحت المقاومة فرض عين في جميع الولايات السودانية من تشكيلات فرق المقاومة الجميع يشارك فيها وفق فقه الثورة الذي يتمثل في تشكيل النواة أو القيادة في كل مدينة والمتشعبة بشكل عن كبوتي إلى فرق لا أحد يعرف الفريق الآخر بل لديهم كلمات سر بينهم ضمانا لعدم الاختراق بقيادة ضباط شرفاء معاشيين يضعون الخطط ويوزعون الأدوار فإذا ظهر خائن في إحدى المجموعات تكون مسؤوليته على من هو مشرف عليه جميع الشعب السوداني سيكون منخلطا في هذه المقاومة شباب وكنداكات وكبار سن إلى آخره تتوزع كما ذكرنا إلى فرق من الشباب والكنداكات الجسورات بمهام محددة كل وقدراته وإمكاناته هناك الفرق المقاتلة التي تتصدى للغزاء وتطاردهم من شارع لشارع ومن بيت لآخر لتطهير التراب وهناك فرق مقاتلة ملتزمة بأحيائها مسيطرة عليها حامية لها من أي جنجويذ أو عميل ملتزق والوسائل متعددة وهناك فرق رصد ومراقب همها وهاجسها أن تكون عينا ساهرة تتتبع وتكشف الطابور الخامس وأسلوب وتحركات الأغراب في الحي لكشف الخوانة العملاء وإثبات التهم حولهم دون تجني على أحد لتقوم الفرق المقاتلة بمحاكمة العدو قد وجدت ثغرة في النفوس الضعيفة وعمدوا على غرس عيونهم وطوابيرهم ومن خلال فرق الرصد والمراقبة جهاز الأمن الشعبي سيتساقطون واحداً تلو الآخر ونحن نعرف بعضنا بعضاً فقد كنا عائلة واحدة كمان هناك فرق الإعلام الإسفيري الصادق الذي يملك الشعب السوداني الحقائق في الداخل والخارج بما تقوم به المقاومة الشعبية المسلحة من إنجازات على الأرض وفوق ذلك هناك فرق المساعدة الطبية لإسعاف الجرح والمصابين كما أن هناك فرق العون للمحتاجين وتفقد أحوالهم ومنها تنبثق فرق استجياب الدعم المادي وهناك فرق حصر الخسائر في الأرواح والمتلكات والمفقودين ثم من أهم الفرق تلك التي تضع الخطط التي تستند على المعلومات الدقيقة التي يتم تزويدهم بها كل هذه الفرق تشكل من الموسوق أو تشكل هي نفسها من الموسوق فيهم والذين لهم علاقة سابقة وصادقة وتحت مسؤولية من قام بإلحاقهم بالمجموعات حتى يتم تفاذي الإختراق وكشف الحراق المقاوم تكتيك المقاومة الشعبية يرتكز على قواعد أساسية منها عدم الاشتباك المباشر في معارك نظامية على خطوط الجبهات وذاك دور قوات الشعب المسلحة والمستنفرين عدم الدخول في معارك قير مؤكدة النتائج وهذا ما يجعلها تمتلك زمام المبادرة دائم استخدام منهج الدفاع خير وسيلة للهجوم والجمع بين المواغة في الهجوم والانتظار لشن عملياتها في الوقت المناسب والحرص على التزود بالسلاح والعتاد والتموين من خلال العدو نفسه والحرص كذلك على التشبيك بين الفرق بشفارات منعددة يتم تجيدها أسبوعيا أو كل ثلاثة أيام من دعايم المقاومة الشعبية المسلحة التصدي للاحتلال بكل الوسائل العنيف العدو يحارب بالخيانة ونحن نحارب بالمقاومة ومع امتشاق السلاح والدفاع عن الذات والأرض والعرض لا بد من امتشاق سلاح الوعي لتطهير التراب ووضع برامج سياسية واضحة لا لبس فيها حتى لا تتكرر غفلة الرعيل الأول بعد تحقيق الاستقلال دون برامج عامل بعده وحتى لا تتكرر تسقط بس في ثورة ديسمبر العظيمة دون برامج واضحة ينبغي أن تبدأ من الآن حتى يتم تشكيل برلمان كل محلية وولاية ويكون صوت الشعب عاليا ومن يريد أن يتفاوض أو يتفق عليه العودة لبرلمان الشعب لا تفويض لفرد أو جماعة بعد اليوم عن طريق الديمغراطية المجتمعية وبرلمانات الأحياء يتم التصعيد للقدرات والكفاءات مسنودة بالقرارات التي تم الاتفاق عليها وأن يطرح حل جميع الأحزاب في أولى الجلسات يمينها ويسارها ووسطها وقرار عدم النساومة والتفاوض مع الغزاء بحيث لا تتياوزه القيادة وقرار تجريم قيادات تقزم لعمالتها وشن حرب عن طريق جندها المرتزرة وقرار إيقاف التعدين الأهلي وكل ما هو في باطن الأرض كالنفط هو ملك للشعب السوداني تشكل له شركات تابعة للدولة وقرار إصدار عملة جديدة وقد أشار لها المركز أكثر من مر لتجفيف ما تم نهبه ومراجعة الخارجية واستدعاء السفراء من الدول الداعمة للجنجويدة المرتزقة القرارات جميعها ينضج أن تصدر من الشعب ويتم إلزام القيادة بها أو يكون للشعب رأي آخر وأود أن أشير إلى أن دواعي الشعب المسلح هي ما فرضته بنية الوعي المتدنية التي كان يعيشها العرب في جاهليتهم الأولى حيث يتم التدريب على استخدام السيف والمبارزة منذ الصغر وحيث لا يخلو بيت أو خيمة من سيف أو رم إن أعراب الشتات أفريقيا يمارسون الغزو واستباحة المدن الآمنة بذات الطريق الجاهلية وينهبون ويغنمون ويأخذون النساء سبايا بذات الصور الجاهلية التي تتم استعادتها حتى فيما يطلقون عليه الفزع ولكن بالسلاح الحديث الذي تم تزويدهم به وترون بعد الثورة الأمريكية واخذهم الحرب الأهلية أضحى السلاح متاحة للجميع فمن يذهب إلى أن المقاومة الشعبية المسلحة ستحدث فوضى في المجتمع أو أنه ستفجر حربا أهلية فهو يرغب في جعل المواطن أعزلا تسهل استباحته متى شاءت أي جهة من الجهات داخلية كانت أو خارجية وهو ذو غرض وأجندة مفتوحة بنية الوعية التي جاءت بها القبائل شبه العربية الغازية مدعومة بالسلاح تقول صراحة أن هذا هو أسلوب حياتها الذي نشأت عليه وفق أعرافها وتقاليدها وأن السبي والاقتصاب ليس عيبا عندهم ولا يعد الجريم وأن السرقة والنهب أمور مباحة ويتباهون بها ويتفاخرون وقد صرحوا بذلك في أكثر من رسالة عبر الميديا وهو أمر يفرض علينا الخروج عن السلمية التي كنا نعيشها ونمارسها في ثوراتنا كلها والتوجه نحو الشعب المسلح لوضع حد لهذا العبث بقيمنا وإنسانيتنا وسلامة أراضينا وصون ترابنا وأعراضنا ورد الغزوة أو الغزاء على أعقابهم ومن وراءه مرحلة جديدة نزعت عننا السلمية التي نشأنا علينا وفرضت علينا بالضرورة خلق توازن الرعب لإحلال السلام بالشعب المسلح حين يكون الشعب قد كسر احتكار السلاح فهو حتما سيكسر احتكار السلطة ليمارسها الشعب عن طريقة ديمقراطية المجتمعية وبرلمانات الأحياء والمحليات والبلايات وسيكسر احتكار الثروة والمعرفة وحذاري من تجيير المقاومة الشعبية المسلحة لجهة سياسية معية فلا المتأسلمون سيتاجرون بالدين السمح من أجل السلطة ولا الأقزام سيجدون مساحة لتنفيذ أجندتهم ثور العظيمة لن تموت إنها في هدان الشعب السوداني هو صاحب القرار ثورة ديسمبر العظيمة لا صلة للأحزاب التي غدرت بها فغضح الشباب الذين التحق رفاقهم مستنفرين مع قوات الشعب المسلحة أعرف منه الكثير بعد أن أعادوا قراءة المشهد بأن الوطن في باب البيوع وأن التراب هو المستهدف وكم كانوا يهتفون كتالون من دلسين لوحات مقاب دلسين الثورة ثورة الشعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للسكنات والجنجويد إلى زوال والمؤامر إلى فشل وحتى أسر شهداء ديسمبر العظيمة قد ارتقوا فوق جراح ارتقوا فوق جراحاتهم وقرأوا المشهد من جديد وانحازوا للتراب كما أعلنها أستاذنا الكندري بأكثر من لقاء إسفيري في ختام هذا اللقاء وإلحاقا برسالتي للأمة السودانية أقول إن ثورة ديسمبر العظيمة المجيدة ثورة مباركة عرّت وكشفت لنا من دمر بلادنا وأنه ليس سوى الحزبية بيمينها المتأسلم ويسارها المتجههم ووسطها المتحطم وتشارزمها وتفتت ولاءاتها وانشطاراتها كل له قطيع يدبعه من أجل الاستحواذ على كراس السلطة التي هي من حق هذا الشعب ولو لم ننبذ هذه الخلافات والانحيازات فإن ثغرات الأعداء ستجد منفذا ضعفت الكثير من النفوس وأضحت قابلة للبيع والشراء والاستقطاب حتى أضحى الشعب منهكاً وتم تجهيله خلال الحق بالعجاف فلا مزايدة بالدين السمح باستغلاله من أجل السلطة ولا مزايدة بالمدنية من أجل الأطماع الحزبية الغارقة في وحل الخيانة والارتزاق الوطن أولاً وثانياً وثالثاً وأخيراً لنتواضع قليلاً جميعنا لنتوافق على أن يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريقة الديمقراطية المجتمعية وأن نوظف تنوعنا إلى ثراء وإخاء ومحبة لا نختلف حول من يحكم بل حول كيف يحكم الشعب نفسه بنفسه بذات طريقة حماية الشباب في ليان مقاومتهم الشعبية المسلحة تناقش أحياء القضايا وتتخذ القرارات وتصعد من ينفذ لها تلك القرارات وفق مؤسسات الدولة كفانا صراعاً وقد ضاعت منها 68 عاماً وشارف الوطن أن يضيع من بين أيدينا أؤكد أنه بعد تطهير التراب سيقوم أماماً استعادة القيام التي دمر والأخلاق التي تم العبث بها وسنتجه لبناء الإنسان السوداني وتجديد العمران ونتعامل وفق ما فرضته معايير الأصل وفق المصالح المتبادلة كما سنقوم بمحاربة الفساد والمفسدين ونكون جميعاً رقباء نراقب الفساد ونجتسه ونضع أيدينا على ثرواتنا ونرسم رؤيتنا الوطنية لإعلان الولايات المتحدة السودانية مسترشدين بأطروحة المستشاريات التي ستجيب خيرة العقول السودانية والخبرات المهاجرة لدعم وإسناد البناء والإعمار والاستقرار وغداً نعود حتماً نعود وطن الجدود أماناً يستحيل التفريط فيه وأمامنا خيوط الفجر وصباحات الوطن النصر والعزة لشعب عزيز كريم والرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار منذ الثورة السلمية وحتى غدر العدوان والخوان أبقى حزمة كفان المهازم أبقى دركة الوطن العزيز تحياتي لكم شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً يا أبروف أزعدك الله ومتعك بالصحة والعافية وقواك لتميد هذا الوطن العظيم لكل تجاربك ومعارفك في الحياة وخاصة شبابنا على ماذا يعتمد الإنسان عند المصائب والكوارث عندما تحل به ولماذا يلجأ الإنسان عند قرب الزمان يلجأ الإنسان لماله ويلجأ الإنسان لما يملك أحلت بنا كشعوب سودانية كارثة الزمان وهي الحرب ماذا نلجأ إما أن نلجأ للغروب أو ترك ما صنعناه بأيدينا أو نلجأ لمالنا لنحمي بها أنفسنا لندفع لشخص يحمينا أو نلجأ بمالنا لشراء سلاح لحماية أنفسنا مرة ثانية وثالثة ورابعة للذين يعتقدون أن الدفاع عن النفس هو جريمة هؤلاء يجهلون مفهوم الجريمة ومفهوم الإنسانية في الأديان وفي الأعراف وفي الشرائع والقوانين الدولية أيضا أهل الكرام أن في الميديا انحدار كبير وهذا مقصود لصرف أنظار السودانيين عن همهم الأساسي وهو الوطن الجميع يعمل لهزيمة الجيش الجميع يعمل لهزيمة الإنسان السوداني وطرده من وطنه وهذه أصبحت واضحة أيضا أن كل العربتي والخوان هؤلاء يعملون آلة الحرب لطرد السكان ليس غيره وهذا أمر مرئي وأرجو أن نتماسك ونتسلح حماية لأنفسنا قبل حماية أي أمر آخر حماية لأنفسنا ولشرفنا ولعرضنا ولأرضنا هذا هو التسلح وهذا هو القرض الأساسي للتسلح وكلكم رأيتم الموازنة والمعادلة بعد أن أعلن أعلنت الشعوب السودانية أنها سوف تتسلح للدفاع عن نفسها بدأ المجتمع الدولي في التحرق للنظر في الأمر وبدأ الباب وزمرة في الحديث عن حرب أهلية وغيره سيتحدث المركز غريبا عن منفوم الحرب الأهلية ومغارنة بما يدور في الدولة السودانية من الكتاب المركز هذا سيظل يقدم المعارف للسودانيين المركز هذا ليس بينه بروف أو دكتور أو أستاذ أو معلم أو مهني سيكون في صفوف الحق ليس مهمة المركز أن يكون في مقدمة الحروب أو يحمل السلاح وهذه دعوة لا نريد أن ندخل فيها مع الناس الذين يتحدثون عن أننا نتحدث عبر الشاشات ليس الكل يحمل البندقية وليس الكل يحمل القلم وليس الكل يحمل السماعة الناس تختلف وهكذا تبنى الدول بالتنورة البيتيشن الرابع رفعناه رفعوا المركز وحفاظا على المركز ومكانته والبوليسيس بتاعت المركز ما قاعد نكتب اسم المركز في البيتيشن وإنما بكتب اسم الشخص في البيتيشن عملنا بيتيشن على قلة تغدير لإجلاء تحقيق دولي فيما تقوم به الإمارات في مدها للجنجاويد وأمر معلوم يعلمه العالم كل لكن المجتمع الدولي لا يتحرك إلا أن تتحرك الدولة صاحبة الوجع نحن نعلم أن لدينا وزارة خارجية لكن وزارة الخارجية هذه تأتمر بأمر الإمارات كما يأتمر البرهان نفسه لذلك لم نجد في أي ممبر دولي تم طرح قضية السودان بالشكل الذي يجب أن تطرح به وعليه لذلك المركز يغطي هذه الثقرات من زمن طويل لأننا نقدم ما يجب أن يقدم للمجتمع الدولي ونشرح الموقف الحقيقي المجتمع الدولي يعرف لكن إن لم تقف في حقك سوف لن يساعدك فيه أحد جنوب أفريغيا وقفت موقف محترم جدا دفاعا عنه وموقفا معه الدولة الفلسطينية وليس دولتها هكذا تعمل الخارجية وهكذا تعمل الفرة الدبلوماسية للبلدان نحن نعلم أنه ليس لدينا وزارة خارجية وليس لدينا قيادة جيش تؤمن بما نؤمن به ويؤمن به التراب لذلك سنظل نصير على أن هذه القيادة ليس جديرة بقيادة الدولة السودانية وليس جديرة بالمحافظة على هذا التراب دعوة للذي يمر على البيتشن الأخيرة الرابعة الذي قمنا بإعدادة وهي لإدانة دولة الإمارات إسما وفعلا وسلوكا تجاه السودانيين ومد الجنجويد بآلة القتل التي أودت بحياة آلاف السودانيين وشردت ملائين السودانيين أرجو من أهل الكرام أن تتمسكوا بأخلاقكم وعاداتكم وتغاليدكم العظيمة ولا تسهبوا للإنصرافيات في الميديا ولا تغزوا صاغت القول شكرا جزيلا يا أفروف ربنا أحفظكم جميعا قعد موجب ونسى قدامنا الصباح في أمان الله إلى الأمان ونسى قدامنا الصباح